طيب قبل نخش في أي كلام إيه رأيك؟ يعني أنا حتى كنت بتكلم معك وبقولك وانت بتقول لي بعض الجماهير مش مبسوطة بالمركز الثاني النادي الأهلي رغم التأهل كلنا طبعا سعوداء بالتأهل لكن يقولك لا المركز الثاني لا يقولك بالنادي الأهلي ألقانين من مشوار النادي الأهلي من دور المجموعات على في دور التمانية شايف الألق ده إزاي وهل أنت كمان ألقان من الأداء؟ خلينا كابتن هنا الأول اتفق على المبدأ اللي بيقول الوصول إلى القمة صعب ولكن الحفاظ عليه أصعب إذا توصل إلى القمة ده أمر شوق جدا وده اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت في بطولة القضية بتاعت مجدي عفشة احنا وصلناه وكان مشوار صعب جدا وكان لنا الحمد لله بانتصار أعتقد يعني البعض بيعتبره أهم انتصار في تاريخ نادي الأهلي الحفاظ بقى على بطولة دور الأبطار للموسم التاني على التوالي إن شاء الله ده أمر أصعب وأمر أكثر مشقة وبالتالي محتاج شغل كتير ومحتاج صبر ومحتاج خبرة في التعامل مع الأمور وأدي مثلا بسيطة مانوي جوزي مع سكواد 2005 2004-2005 اكتسح دوري أبطال أفريقيا للدرجة اللي خلت فريق زي النجم الساحلي كان في قمته في البطولة دي وما كانش دخل فيه أعتقد ولا هدف لغاية وما تغلبش لغاية السيمي فاينل ولغاية ماتش الزهاب في السيمي فاينل لعب قدامنا ماتش الزهاب في سوسا في سوسا بيلعبه 6-4-0 فيش مواجب كل واقف ورا بيدافع وفي الماتش ده اللي يفتكر المباراة دي كانت 0-0 في سوسا النادي الأهلي ضيع كم هائب من الفرص حساب مصطفى وبتريكا ضيعه فرص كتير قوي جينا هنا في القاهرة حسابنا الفاينل دوري أبطال أفريقيا أعتقد فيه خمسين دقيقة كنا جايبين هدفين وبركات جاب الهدف التالت في النادي المباراة كان واحد من النهائيات السهلة فالجيل ده أو البطولة دي استثنائية استثنائية بحتة بالزب بشبهها كده بالبطولة اللي مزامبي كسبها في الفين وعشر لما كسب التراجي في الزهاب خمسة صفر وراح في تقول نستعالي الواحد واحد وخد بطولة مزامبي كان فريق وما بتتكررش كتير النهائيات السهلة دي أو البطولات دي انك تبقى شايف فرقة من بدايتها لأخيرها هي دي مرشحة وما فيش غيرها موزمن اللي وراها البطولة اللي وراها النادي الأهلي في الفين وستة واجه صعوبات كبيرة جدا جدا في دور المجموعات وكان معنا الصفاكسي يعني احنا كان الصفاكسي كان معنا في دور المجموعات طبعا وضعا في الاتبار طبعا يعني دور المجموعات ساعتها كان بيتلاقي في دور التمانية يعني الوقت بني نعب دور المجموعات في دور السلتاشر عشان بس أنا عالف طبعا الناس بتترصت دور الكلام يعني ففي الفين وستة الصفاكسي كان معنا في المجموعة وخدنا برضو كوتوكو وتعددنا مع كوتوكو في غيرنا صفر صفر وتغلبنا من الصفاكسي في أول جولة واحد صفر ووجهنا بعض الصعوبات غيرت لما قادرنا نرجع في الدور التاني بالظبط زي ما احنا عملنا كده مع فيتا كلوب كسبنا كوتوكو 4-0 وكسبنا الصفاكسي هنا في القاهرة وبدأنا نكمل لغاية لما برضو صعبنا وصيف ووصلنا للفاينال وخدنا البطولة بهدف هابوتريكا الشهير في رادس فاللي عايز اقوله ان دايما البطولة التانية بنفس الجيل بتبقى الموضوع صعب طبعا طب ان عنك بقى حاجات كتيرة محتاج تحلها أول واحدة حالة التشبع حالة التشبع بتبقى عند اللعيبة لأي رياضي ودي امور الامانة اللي حسها الرياضي اللي هو بيوصل للقمة وتلاقي نفسه انت بتطلب منه تاسك تاني بتطلب منه تارجد تاني تاني يوم السبط تقوله بقى التكسبت خلاص يلا اعملها تاني خاصة ان ما كانش فيه فواصل انت خلصت دخلت على دوري بعدين بطولة افريقيا تاني يعني ما كانش فيه جزء من الراحة وبنتكلم في ظروف اصلا استثنائية احنا بنتكلم في عصر كورونا وطبعا وحتى التأرير اللي كان لطيف جدا جدا بتاع اليورو بيوضح لنا ان احنا اصلا عايشين في ظروف استثنائية باحتها ما تقدرش فعلا تحاسب الناس الحساب كأننا عايشين العيشة بتاعتنا ما قبل كورونا فبالتالي في بعض الامور بتحصل وبعض النتاج اللي المفروض ان بقى الجماهير متقبلها هي مش مسلماني عشان كون مضحقين يعني فيه واحد من الاسئلة اللطيفة جدا اللي احنا كنا نتكلم عليها بقى انا فترة او الناس تتكلم على سوشال ميديا هل اصلا لوقت الحال لوقت المحاسب المسلماني الاجابة لا صفر ما ينفعش ليه لان الراجل اصلا ما عماش فترة اعداد مع الفرقة عشان تحكم او تحاسب مدير فني لازم يبقى انت وفرت له كل حاجة خد فترة اعداد اختار لعبته مفيش قوائم مفروضة عليه نحنا برضه في افريقيا مع تداخل مع الدور المحلي وعنده بعض المشاكل الادارية في الدور المصري وبنأجل كتير وبسبب التأجلات الكتيرة بنفنش متأخر فالمواعيب بتخشف بعضها فكل الامور دي المدير الفني اللي يحسم عليه وبالتالي طبيعا يحصل بعض النتائج السبابة وبالتالي لازم هي تحط تارجت تارجت قصرة الامد وطارجت طويلة الاجهل انا عن مستوى الحالي اشوف ان دي الاهلي ماشي بالتارجت اللي هو كويس لكن فكرة فكرة انك تضع ضغط انك عايز في الوقت ده بالظروف دي نتيجة والاداء وتكسب بره وجوه زي يجي افين وخامل لا ده هنا ده امر ظالم وممكن بقى يضر ليه انك بتضغط اللعيبة زيادة على اللازم وده اللي انا شفته في فرحة ياسر ابراهيم بالهدف بالهدف فيه ضغط وبالتالي اللعبة بتفرغ الضغوطات دي الكلام ده الرياضيين يفهموها الرياضي طلع الغضب اللي جواء والضغط اللي جواء وبالتالي انا بشايف في الوقت الحالي معا الدنيا مشة بشكل كويس جدا طبعا نستنى القرعة بتاعة دور الربع انهائي ونشوف المنافس ايا ان كان نفس الامر كان احنا واجهناه السنة اللي فاتت وحتى يعني الامر الغريب ان احنا لما طلعنا متصدرين ما كسبناش البطولة احنا كسبنا البطولة لما بنتلع وصيفة هي ملهاش علاقة خالص وتاني يا كابتن هاني بقى اوضح حتة دي دوري ابطال افريقيا بعد 2010 فوجة نزل الشخصية بقى بيتلاعب على جزيئات جزيئات النادي الاهل مراحل انت تكلم على مرحلة مرحلة بمرحلة مش دوري انت في 2013 اتغلبنا 3-0 من اورلاندو في الجونة صحيح 3-0 في دول المجموعات اي حادش في المطش ده هيقول لك خلاص النادي الاهلي مالوش اه يعني فرص كبيرة ومتعادلين مع الزمالف في الجونة واحد واحد خصيين خمس نقط في مصر فيقول لك خلاص بقى الموضوع فادي الاهلي قدر ان هو يرجع وخد البطولة ستيب باي ستيب قطو بخطو تمشي واحدة واحدة لغاية لما بتوصل الفايل لغاية لما لعبنا اورلاندو تاني وقدرنا نعدم من مستوانا فالدولة بتطلق فرق يا جماعة ما تخدهاش لوحد بتخدهاش بلوك مع بعضه لا مالوش دعوة خالص دور المجموعات مالوش اي علاقة بتضربعه انهائي والضربعه انهائي مالوش اي علاقة بالسيب فاينال انت بتشوف المنافس بتاعك ومدى تركيزك في يومها صحيح ركزت كويس يعني نروح نساندونز من السنتين لما اتغلبنا هناك بسكور خلاص ماتش العودة تقليبا مات بالنسبانا ما بقاش فيه اي فرص فاحنا عايزين نبقى احنا واضحين عشان نقدر نعمل الدور البسيط اللي بنساعب بيه لعبتنا ويه الجازف